اشتركوا في القناة وطني الحقيقة اقدر اقولك انه عمل ما تستطيع ان تصفه بدقة ملحمة فاكبر مهمة اغاثية مباشرة حصلت خلوني هنا بقى اجدد الترحيب لانا كنتلسى مرحب قبل الفصل على طول بالدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان يعني انت النهار ده تتدي اكثر من قبعة يعني كلهم النهار ده ليهم علاقة بنفس الملف صحيح كل تأكيد زي ما حضرك قلت في المقدمة ما قام به ابطال التحالف الوطن اللي عامل الاهلي التنموي هي ملحمة تاريخية في تاريخ الاغاسة الانسانية لم يكن احد يتوقع ان تقوم دولة في مثل ظروف الدولة المصرية ازمة اقتصادية موجودة بتضرب المنطقة بل بتضرب العالم كله ناس بتشتكي فروق سعر صرف عندك ازمات كبيرة ولكن لما فلسطين نادت رئيس الجمهورية وجه التحالف الوطن اللي عامل الاهلي التنموي ومنظمات المجتمع المدني كلمة مسافة السكة بانت ترجمتها على الارض اللي قام به ابطال التحالف منذ السابع من اكتوبر حتى اليوم هي ملحمة في تاريخ الاغاسة الانسانية ستكتب بحروف النور اللي احنا شفناه خلال ساعات قليلة احجام الشاحنات اللي تم تجهزة جبتوا الكلام ده منين جمعة ناس بتشتكي الناس بتقول ان ما فيش الكلام ده جي امتة وجيه ازاي وجيه منين والناس دي قدرت تساعد بدا ازاي جي الملحمة في حد ذاتها الناس اللي خرجت في الشوارع عشان خاطر تساند القضية كان قصة عظيمة قطال مرابطون حتى الاغاسة اللي كانوا موجودين على المعبر وكانوا صورة مشرفة للشباب المصري انطونيو جويتريتش الامين العام لأولم المتحدة لما اتكلم معهم وعرف حقيقة الوضع بعد ما كان واخد موقف هنقول نرايح لحد تانية شوية الموضوع انقلب 180 درجة واصبح مع ملف وصول المساعدات الانسانية لداخل القطاع 2 مليون و300 ألف مدني داخل قطاع غزة بيدعوا للمصريين باللي قدروا ان هم يكونوا موجودين معهم خلال 49 يوم السابقين شفنا تفاصيل كتير كواليس كتير اعتقد اللي قامت به الدولة المصرية تستحق معها بكل تأكيد كلمة الشقيقة الكبرى اثبتنا ان كلمة مصر الكبيرة وام الدنيا مش عرات واغاني وكلام عالفاضي مش اي حد النهاردة يقدر يقول انا كبير المنطقة كبير العيلة هو اللي بيدفع الفاتورة كبير العيلة بيبان وقت الازمة مش وقت الفرح ناس كتير ممكن النهاردة تظهر معاك وقت فرحك لكن عز الازمة ولما يطلب منك انك تدفع فاتورة او ضريبة مصر الوحيدة في المنطقة القادرة على دفع الفاتورة والضريبة نيابة عن المنطقة مصر الوحيدة القادرة على فرض سلطانها على القطاع ليس فقط مع الصديق ولكن أيضا مع العدو وجود كمان عائلات الأسرة اللي خرجت في تل أبيب قدام السفارة المصرية بيطلبوا بتدخل الدولة المصرية إنها عشان تفرج وتتوسط لدى حماس للإفراج عن الأسرة الموجودين لديها من إسرائيليين كان شهادة في حق الدولة المصرية أنها قادرة على بسط سلطانها حتى يسق فيك العدو قبل الصديق إسماعيل هنية لما يتحدث عن الدور المصري وثقتهم في قدارة مصر لهذا الملف وعدم السماح بتدخل أي دولة أخرى باستثناء الدولة المصرية أعتقد دي بردو شهادة أخرى في حق الدولة المصرية العالم كله اللي كان بيتكلم عن مصر ودورها الأيام الماضية أثبتت أن الدولة المصرية انتصرت للشرف في زمن عز في الشرف طيب خليني هنا بقى أخدك على نقطة مهمة عشانت قلت وحتى اللحظة الأخيرة احنا وصلنا مساعدات لحد شمال غزة حد شمال غزة ومحدش كان يتوقع أنك ممكن تعدي خانيونس مش توصل لحد شمال انت قطعت الخمسة واربعين كيلو طول لحد النهاية وصلت عندي واحد وستين شاحنة موجودين دلوقتي هناك ودي أعتقد كانت تجربة جديدة محدش كان من يتوقعها لأن القصف ماشي من الشمال للجنوب هو بيعمل تهجير وإقصاء بيزقوه من ناحية الحدود عندك عشان يحطك في حالة المواجهة هل هيقف النهاردة الفلسطينيين أمام المعبر واتحصل حالة من التصادم هل النهاردة محاولة لإنفاذ سيناريو التهجير القصري وإجبار الدولة المصرية على استقبال المهجرين قصريا والمحاولون للنجابة أروحهم من القصف الإسرائيلي دي كانت التجربة اللي كان بيحاول السلطات الاحتلال إنها تنفذها ولكن حنكت الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملف وقدرتها على التعاطي مع كافة الأطراف وفرض سلطانها لما رئيس أكبر دولة في العالم ولاية المتحدة الأمريكية يحاول إنه هو يمشي سيناريو والدولة المصرية تتدخل واتدوس في الجزء ده أعتقد الموضوع كان مختلف اللي احنا شفناه كان تجربة عظيمة بكل ما يمكن أن تحمله الكلمة من معاني شفنا تجربة قامت بها الدولة المصرية بكل مؤسستها عندك النهاردة الجهاز الحكومي مؤسست الدولة أمد بدور القطاع الخاص العمل الأهلي المسلس اكتمل شفنا تجربة تستحق أن تسجل بحروف من نور في كتب التاريخ شفنا تجربة مهمة جدا شفنا أجزاء عظيمة تفاصيل شباب قعدوا بالأسابيع ممكن ما يشوفوش أسأ أسرهم وأهليهم شفنا شباب موجودة في المحافظات بتجمع تبرعات تبرع بالدم بتنظم القوافل شفنا ناس ده مهمة بقى لأنه المشهد مش بس اللي عند المعبض خالص الشبان مش بس اللي عند المعبض خالص نحن بنتكلم على عشرات الالاف 27 محافظة مئات الالاف كمان مش عشرات الالاف التحالف الوطني اللي عمل الأهل التنموي يمتلك زخيرة حية قوامها 251 ألف متطوع أعتقد تجربة عظيمة كانت موجودة وشباب قدر يقدم بالفعل ملحمة تاريخية شبابنا كانوا زي الفل شبابنا أثبتوا أن الشباب المصري واعي ليس كما كان يقال عليهم أو محاولة تسفيه دورهم تسفيه أحلمهم وطموحتهم أن هؤلاء الشباب إذا كانت هناك أزمة لن يستطيعوا الصمود أو التعاطي مع الدولة المصرية شبابنا كانوا رجال قوي ورجالة على قدر المسئولية شباب وبنات زي الورد يفرحوا كانوا موجودين في كل المحافظات مش هقولك بس النهاردة اللي موجودين عند المعبر أو اللي موجودين هنا صور كتير موجودة محتاجة أن احنا نتكلم فيها وندي الشباب دول حقهم لأن كتير كان بيهاجم الشباب دول على مدار سنوات أنه أنتو مش هتقدروا أنه أنتو تسودوا ده شباب خامل ده مش مهتم ده ملوش مش عارف حاجات كتير جدا جدا والله العظيم يعني أعتقد اللي عاش الكواليس جوه واللي شاف شاف شباب النهاردة موظفين بنوك شباب محامين شباب أطباء مهندسين قدروا كانوا بيشتروا شيلين وسوئين وتلاقي منهم النهاردة اللي بيجيب الكرتونة ويعبي ويشيل على كتفه وهناك عند المعبر الحاجة اللي بتقع عشان خاطر تبدأ تحطها تاني لا هم اللي بيعبوا وشاطرين قوي فيه كيف يمكن استغلال التعنت من سلطات الاحتلال في عملية ادخال المساعدات 49 يون دول شاف وتفاصيل كتير ان فيه عربيات بتروح وبترجع عشان خاطر اصل التعباء مش على هوانة اصل السواق مع الصافة اصل السواق مع مقصه دي تعتبر قال حد حاجات كتير وتلاقيك لا العربيات الشوحنة بتاعتها مش عيفة تدخل كده انت كنت بتعبي العربيات بطريقة الشاحنة الوحدة تاخد بمقام عربيتين تلاتة ليه عشان انت مش ضامن هيسمح بدخل العربيات تانية امت فانت بتحاول انك تضغط على نفسك ده جرده على ذكر انه تلاقي كذا حد يقولك ده اصل مصر مش عايزة تدخل المساعدات وقفل المعبر عظيم جدا كويس انك قصرت النقطة دي كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي معبر رفح لم يغلق دقيقة واحدة منذ السابع من اكتوبر حتى الان مصر لم تقم باغلاق الجانب من المعبر المصري باي حال من الاحوال ولكن عايزين نرجع شوية مين اللي ليه سلطة الولاع المعبر انا اتحكم في ارتي في الحتة بتاعتي المعبر بتاعي الجانب بتاعي لكن الجانب الاخر يخضع لاتفاقية المعابر الموقعة من السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال المبعوث الامريكي عام 2005 مش جديدة هي اللي ليها السلطة الناحية التانية من الاخر هم اللي معاهم المفتاح العربية قد بتدخل من معبر رفح تمشي 50 كيلو لحد ما انفذ العوجة تعدي معبر سنتانا في لجنة سلاسية هاي اللي بتشوف سلطات الاحتلال هي ما بتسيطر على المعبر بشكل كامل الجمارك الاسرائيلية هاي اللي بتسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني اتفاقية دولية صح انا ما اقدرش ان انا اخترقها عندي في نفس الوقت بقى التفاصيل الاهم هذا الطريق 50 كيلو كان بيتم قصفهم على مدار الساعة طريق غير ممهد لمرور المرة مش الشاحنات تخال شاحنات محملة بالاف الاطمان ماشية على طريق لا يصلح للسير عشان خاطر تمنع انك توصل للمساعدات تعنت في عملية التفتيش تعنت في اجراءات وتعطيل واتالة الامد عشان خاطر ما تسمحش بدخل العربيات فكرة ضبط النفس المصري ضبط النفس من الشباب والسائقين والمشاركين في عملية الاغاسة مرحمة محدش يقدر يدخل تفاصيلها الا عشان فانت بتبدأ بتتكلم مع الموضوع كمان انت كنت بتوصل المعونات لفين يعني مين اللي بيستلم منك المعونات ودي نقطة مهمة برضو محتاجين نأكد عليها التحالف الوقت اللي عمل اهل التنموي الهلال الاحمر المصري لا يقوم بتسليم المساعدات الا لجهتين الانروا والهلال الاحمر الفلسطيني حتى لا يتم اهتهامه بأي حال من الأعوال انه هو بيدعم جانب على الحساب الاخر انا مليش دعوة انا بسلم للجهات المعتمدة والمعنية وهم المسؤولين عن توصيل هذه المساعدات لمستعقيةها داخل القطاع ودي كانت نقطة مهمة تفاصيل كتير في الملف كل ما بنبدأ نتكلم هتلاقي فيه تفصيلة جديدة بتظهر لما كانوا بيقولوا ان المعبر مقفول ودي تجربة مهمة عملات حالف الوطني ومجلس الشعور المصري علاجة التحديد مجموعة من اليوتيوبرز اللي من دولة عربية مش هنتكلم عليها كانوا بيتكلموا على مطالبة الدولة المصرية بفتح المعبر وان المعابر مقفولة واحنا بنجمع مساعدات وساعدونا ان احنا نوصلها حلو وعظيم وصلنا مع عدد من المؤسسات الدولية اللي عاملها في قطاع الأغاسة واللي ليها صمع طيبة مسلمون حول العالم آش وغيرهم وغيرهم M.E.T.W. Project طب تعالوا يا جماعة انتو بتشتغلوا في ملف الأغاسة على العالم هتشاركوا معنا في الحملة جبناهم وعدوا وعدوا معنا مجموعة من الشاحنات اللي كان بيقول ان المعبر مقفول جي هنا على أرض الدولة المصرية شبعينه لأ ده مش شاب بس ده حضر مراحل التجهيز ومراحل التوصيل أصبح من كان ينتقد رأى بأم عينه ما حدث مش بس كده خلنا يشوف الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا بهم نشرين على صفحتهم صور المساعدات وهي في الجانب الآخر عارف وعى قدر ان هو يكون خيل وسفير لعملات الأغاسة تفاصيل جديدة وكانت مهمة جدا احنا شفناه ازاي انك تكون على قدر من التواصل مع وزارة الصحة الفلسطينية الجهات داخل القطاع حتى تعلم ما هي الاحتياجات ذات الأولوية في الوصول انت بيش بتودي اي حاجة انت لازم تبقى عارف هم محتاجين حالا هم محتاجين كل حاجة بس ايه لحط أولويات الأولويات ومش بس كده الأولويات لما يمكن السماح بمروره من سلطات الاحتلال لقده كده كده في تعند انت كنت عايز توصل ان ايه الحالي اللي ممكن توديه ويعدي من عند اخواننا البعدة دي كانت نقطة مهمة جدا جدا واللي قدروا شبابنا ان هم يتعاطوا معها نموذج آخر قاموا بيه شبابنا مش بس المساعدات اللي وصلتها هو ده الدور اللي كنا بنقوم به التوصيق وتسجيل الانتهاكات التي تمت على مدار التساور بين يوم حتى يتم اعداد ملف قوي للملاحقة الجنائية لكل من تورد في سفك دماء المدنيين هتشتغلوا على ده؟ اه طبعا احنا اشتغلنا على ده بالفعل لان قلنا مش انا هنا مولتي هاتس كمجلس شباب مصري كمجلس شباب مصري وكمجلس قوم تقول إنسان وكتحالف وطن وتحالف الميزة في هذه التجربة انها اثبتت لحمة الدولة المصرية كيف ان الدولة المصرية لا تعمل في جزر منعزلة كيف تقوم كافة مؤسسات الدولة بالتنصيق كل جهة مع الجهة المعنية حتى يخرج الملف بافضل صورة ممكنة اللي انت بتتكلم عليه إنه محدش عايز ياخد اللقطة مش فارق معايا مين بيعمل ايه الفارق معايا إن الدولة المصرية صورتها في هذا الملف تكون على قدر المتوقع ناس كتير أكتر من 2 مليون و300 ألف حلمهم كان معلغ في رقبة الدولة المصرية صح طفل الفلسطيني عبدالله كحيل ده محدش حفظه لما بيتكلم خلوا المصريون خلي المصريون طيبوا رجلي ما حدش قال له النهاردة يقولي الكلمة دي ما قالش حد ما قالش الأمريكان ده عفوية طفل ده طفل النهاردة هو بتاع رجليك أنا هتتعرر للبتر هو لأى إن ما حدش هينفع يغيس ده مين محفظه ولا مين يعين له في الزرف اللي هو فيه بيطالب المصريين ما طالبش حد تاني الفيلم اللي تم عرضه أمام السيد الرئيس في الفعالية الكبرى اللي كانت إطلاق أكبر كم من الشاحنات أعتقد في تاريخ العمل الإنساني ده كانت أعتقد دي كانت تجربة عظيمة جدا فيلم الفيلم مش مجرد رقم المخرج اسمه محمد المصري وهو فلسطيني بيتكلمه حتى عن مصر يعني اللي بيتكلم قالك بعد ما تخلص الأحداث أخته بتطلب منه نتيجة زور مصر زيارة بسيطة النسح المهم متعلق في مصر مصر كبرت العرب وكبرت المنطقة مش مجرد كلام ولا مجرد شوية شعرات ومش تكبر ومش عن جهية يعني اللي قادر يدفع الفطورة زي يجي يتفضل مكان يقوله على طبق من فضة أنا اللي بيتحمل الفطورة لما نقول إن الدولة المصرية أنا آسف يعني اللي هي لسه بتشد حلها وعندها أزمات اقتصادية تقدر إنها توفر ما يزيد عن 75% من إجمال المساعدات التي تم تقدمها لداخل القطاع لا دا مش كلام 75% دي وانت بتتواضع 75% وبقول كده يعني عن رائق لكن الموضوع أكبر من كده بس إن مشيها 75% من اللي دخل كان النهاردة من المصريين عشان فيه ناس كانت بتطلع تقولك مصر قدمت ايه أنا عرف دولة نفطية موجودة لما مصر كانت مقدمة في الفترة حوالي 7000 طن كانت مقدمة 33 طن اللي أرقم ما بتكذبش الله أعلم بالظروف ربنا يعينهم على اللي هم فيه إيس على كده النهاردة حاجات كتير موجودة يعني الموضوع مش مجرد كلام اللي يقدر يعمل بنفس ولغة الأرقام هي اللغة الوحيدة التي لا تكذب في العالم تباني إمتى؟ تباني النهاردة عند التنفيذ واللي بيستلم أنا آسف يعني مش حد عندي صحبي ولا حبيبي دي الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني أعتقد الأرقام معلنة عشان خاطر اللي بيسرف على شوية إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي عشان ياخد دور مش دوره يعرف أن الحقيقة لها أكتر من ألف عين هيخلوها تباني ودي كانت النقطة المهمة بس صححني برضو يعني أنا أظن أنه العالم كله العالم كله شاف الدور الإنساني والإغاثي المصري شاف الدور السياسي المصري شاف الدور الأمني والمعلوماتي والمؤسسي المصري وكل وهو شايف هو كم من البداية عارف أنه ما فيش حد هيعرف يلعب الدور ده غير القهارة بكل تأكيد لما احنا نشوف رفح شمال سيناء العريش اللي كانت منذ سنوات يتم تصدرها للعالم أنها كتلة من اللعب هذه المنطقة التي يقف فيها الأمين العام للأم المتحدة بكل أمان وطمأنينة أمام معبر رفح دي رسالة إمبارة وحاولي الشبان وحاولي أهلين من سيناء وكبار القبائل والعائل يعني دور النهاردة احنا مش جايبين له النهاردة يعني أنا آسف في دول تانية عشان رجل ده يقف هتجاملون ألف دبابة هتجاملوا جيش حواليه حل عليه لما ييجي مبارح رئيس الوزراء الأسباني والبلجيكي يموجودين في نفس المكان ويقولوا الخطاب بتاحهم يا جماعة دي سيناء ده رفح اللي كنتوا بتتكلموا عليه ده المعبر اللي بتتكلموا عليه وانتوا وقفين في قسط مين في قسط شباب مصر عادي وطبيعي جدا من مؤسسات مجتمع معدني اللي وقفين قدامكم دول مش عسجل وزباط قدر حتى يخرج بمظهر يخالف ما يمكن أن يمس بالسورة المصرية كله على قدر المسؤولية ضبط النفس في عز الأزمة شباب قعدوا 18 يوم موجودين في الصحرة في عز الرملة موجودين والحر كان بياكل رأسهم الصبح والهوى بالليل والطراب حدش منهم قال لك لأ أنا عايزة روحة قال لك مرابطونة حتى الإغاثة عايزين العالم يسمحهم ويشوفهم اللي احنا بنشوف ده النهاردة نتاج فاتورة كبيرة قدرنا أن احنا نقوم بيه أعتقد تفاصيل يعني لو عادنا نحكي فيها محتاجين 20 ألف حلقة لأن كل يوم في تفاصيل كتير بس أنتم موسقين كل ده احنا مش موسقينه ده احنا كابينه أعتقد في 90 طريقة عشان خاطر نحفظه اللي بعدنا لأن احنا بنحلم بحاجة ما حدثه مش مكرر الرقم ولكن أنا أتحدث عن ملحمة إنسانية يجب أن توصق في ذاكرة الإنسانية لأن ما يحدث النهاردة هي مش مجرد أرقام لما يبقى عندي 15 ألف شهيد موجودين وعندي أكثر من 30 ألف جريح وعندي أكثر من 280 ألف منزل طم قصفهم منهم 80 ألف لا يصلحوا ليه؟ الحياة مرة أخرى شفنا مدارس وشفنا مستشفيات وشفنا أماكن من المحمية بموجب أحتمل قانون الدولي حدثة لها ما لا يمكن أحد أن يدخلها أن يحدث عام 20-23 كرسة اللي جاي أهم وأصعب عملية قعدت الأعمار أعتقد أن تحتاج دور أكبر للقاهرة القاهرة اللي قدرت تمشي كلمتها وتوقف لودنا الناس كتير بيستنية دورها المرحلة الجاية هي بعملت زي والله القاهرة اللي أغاثت القاهرة اللي ماشت كلامها القاهرة اللي بتنقذ الشعب الفلسطيني القاهرة اللي أنقذت القضية من الضياع القاهرة اللي هتجيب حل الدولتين شو أم الدنيا؟ سبحانه الله أم الدنيا وقد الدنيا وكل الدنيا أكيد وفي حد غيرنا والله والله إلا الموضوع علينا كتاك مشا أخب حاجة هنتهب بالشوفينية يعني أشيدي ده أنا عايز أشكرك جدا على وجودك النهاردة ربنا خليك ربنا نورتني وشرفتني وأخرتك إحنا بتقال ليه آخره آخر برنامج بيقفل في جمهورية مصر العربية يا باشو هننجيلك على عينينا ربنا خليك رب نورت وشرفتك مجارة العادة كل الشكر للدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الحقيقة ركز وأوجز فأنجز وحاولنا نسيطر على يعني إيه المتمرد اللي جواه قدر استطاع بتلميحات كده على الطائر بس في محلها برضو خلطت الحلقة لحد كده وسواني هكوم موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر فهنأملكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات